هيثم البطاط مسجون من 20 سنة من 2005 و2002 يعني سنتين طلع بس فترة بسيطة ورجع كامل هيثم أنا ممنوعة من زيارته من 10 سنين فبطلع لي التصريح بأزور مرة بأزور بصل المعبر بعطوني التصريح بسنة لما بصل المعبر بأخذوني بفتشوني بعدين بقولولي إرجعي أنت مجدين للك المنع الأمن المنع الأملي اللي حد الآن مانيش عارف شو أنا تأثيري على دول التصريحين نفسي يعرفوني يعني هذه المشكلة اللي أنا نفسي يعرفها ما بعرف ليش بصري المخصوم بتطلع هويتي وتصريح وكل شي عندي تمام فبقولولي إرجع بالعكس أنا بقوه وبقوه أنا لما هم برجعوني أنا بحس حال أني أنا قويت أكثر يعني أنا بقوه أكثر ليش بقول لي أني أنا بردفعوني للأمام بقول أنا معنوياتي قوية أنا مهمة معناته لما هم برجعوا مرة عمرها 60 ثاني فوق الستين أنا عمري وبكون تعباني وقالي بمفتوحه أنا مؤثر عليهم فأنا مهمة يعني فالحمد لله برفعوا عزيمتي يعني وبرفعوا عزيمتي ابني بقول للمقاومة يعني شوية يشدوننا حيلكو والله طالت شوية على المرضى وعلى أهل الأسرة وعام مياتهم فاللي تعباني ولي حالته يعني بدي يموت بس قبل ما يموت تاكي يرفعي معنوياته شوية الأجل بيدرب العالمين طبعا بس العيان والمريض وهيك بقبأ يعني أجله قليل شوي بدنا إحنا بترجاهم وبتمنى إنهم يسرعوا فهالصفقة المشرفة إلي ترفعنا وترفعهم كمان في السماء إن شاء الله إحنا أمنا في ربنا أولا في المقاومة الثانية ما فيش أمل ثالث يعني إلا الأملين هذول في وجه رب العالمين أولا والمقاومة بناشدهم وبقولهم إن شاء الله ربنا يفرد كاربهم وإنتوا إحنا أمنا فيكو بزيادة يعني ربنا يقويكو ابني الوحيد وبعد تسع سنين علاج أجان فأنا ما إلي حاجة في الدنيا أبو مات مليش حدا يعني فش حدا بفتع لي الباب فش حدا تكون جرة الغاز محطوطة عند البواب بقول لو ابني كان بحمل ليه شجراتي مرات بتعب بزعلي لما أنا بكون تعباني ولا إشي مش قادرة أدير بالي عليها ابني بحب الأرض وبحب الزراعة وبحب بقول نفسي يجي يشوف شجراته يشوف أرضه يشوف يزرع لي يقلعه يشوف أطفال أنا بربف أولاد بنتي يعني حوالي نفسي يكونوا بلادي ابني أنا والله لو عندي عشرة لأقدمهم زي هايثم لو عشرة أجيب إلا غير أقدمهم زي هايثم والحمد لله هو أحد نسوى عشرة بس أنا نفسي لو جبت عشر أولاد زي يكونوا زي هايثم ويمشوا على طريق وعلى طريق خالوا إياد يعني أنا طلعت من هنا على الساعة الستة على أساس أني أروح أزور معي التصريح بساني زورت مرة من التصريح التصريح ثاني ومعي هوية وتصريح وتمام ماشي لما وصلتوا وصلت عندهم فتشوني قال لي تطل على الكاميرا بعدين قال يلي لا ما تطلعيش على الكاميرا إرجعي وهاتي الهويه وظليت وقف كانوا عمال وكانوا زوار بصات نفحة بصات ريمون بصات العمال كله هيتم وأنا تعباني يعني أنا لما قل لي إرجع تبت أنا عندي لقالب أي تأثير على بيؤثر علي فليش يعني قال جددوا خاطت المنع الأمني أنا ومنع الأمني وشو المنع الأمني أنا شو بدي أكون يعني مساوي في هالمنع الأمن إلي سنتين ما طلعتش برى الدار يعني أنا مريضة قلب مريضة قلب مفتوح يعني مفيشي بقدارش أطعم حالي. شو بدي أسوي لهم؟ شو أقاديهم؟ بس الحمد لله إني باقي أقاديهم نفسية. أنا هيك مرتاح. أنا كويسي الحين الحمد لله معنوياتي عالية.